خبر آخر برضو عن اتحاد الكرة لكرة القدم ده برئاسة هاني أبو ريدا النهاردة أصدر بيان رسمي بشأن مباراة السوبر المصري السعودي لببيل الزمالك والهلال والحقيقة أنه نصه نحن نقول لحضراتكم نصه جاء كالتالي أنه في إطار العلاقات الأخوية بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم وافق الاتحاد المصري على اعتبار مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي المقرر إقامتها بالرياض يوم 6 أكتوبر الحالي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مباراة للسوبر المصري السعودي بين بطل الكأس المصري وبطل الدوري السعودي خاصة أنها ستقدم في ذكرى عزيزة وغالية حيث تتزامن مع الاحتفالات العربية بنصر أكتوبر المجيد أبرز الانتصارات في التاريخ العربي الحديث على أن تقام المباراة الثانية للسوبر المصري السعودي بين بطل الدوري المصري أو ما يمثله حسب حقية ترتيب الفرق في جدول المسابقة مع اتحاد جدة بطل الكأس السعودي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاتحاد المصري بيؤكد أيضا حرصه الدائم والبالغ على استمرار التعاون بينه وبين كافة الاتحادات العربية لمزيد من التقارب بين الأشقاء ده كان ما صدر اليوم من بيان رسمي من الاتحاد المصري للكرة القدم بشأن مباراة السوبر المصري السعودي بين الهلال والزمالك 6 أكتوبر وحيكون جاي زي ما قلنا إن شاء الله في ذكرة جميلة جدا ترجمة نانسي قنقر